الدراسة بتقول ان جزور الارهاب في سيناء بترجع ل30 سنة عانت فيها سيناء من التهميش وانعدام العدالة طيب يعني اولا موضوع ان انا اقول ان التهميش هو اللي جاب الارهاب لسيناء او بمعنى اصحة الفقر وضيق الحال لأهالي سيناء هو اللي خلاهم ارهابيين هذا ظلم بين لابناء سيناء لان السينويين مروا بفقر متقع ايام الاحتلال الاسرائيلي ولم يفكر واحد ان يخون بلده لحظة بل بالعكس انه بقوم اليهود وكانوا بيعينوا كل عناصر الاستطلاع اللي خلف حطوط مثلا او اي قوات بتعمل من مصرية يعني ليس الفقر وليس ضيق الحال وليس السياسات اطلاقا هي بدأت ايام مبارك انما لها اهداف تانية ودي نقولها بالزبط ايه بقى الاهداف ايه هي اولا سيناء من يام بوش الابن وهي محطوطة على خريطة خط التبادل الاراضي اللي فكر فيها زي ما قلنا جورا ايلاند ده مستشار امن القوم الاسرائيلي واتحرضت اول مرة على مبارك وهو في زيارة 2004 في امريكا رفض هذا وحتى حصل كراش بينه وبين بوش الابن ورجع بعد كده حاولت نتنياه ان يعرض على مبارك رفضها نهائي فهم حط يعني عايز اقول ان بعد الزيارة الاولى اللي هي عملها مبارك دي هتجد الارهاب بدأ في سيناء وفي جنوب سيناء تحديدا من الفين واربعة بعد اودت مبارك بعد رفضه مسألة تبادل بعد رفضه قال له طيب يعني انت ايه فرحان بيها ان هي بنجيب لك فلوس وسياحة خد بدأت الضرب في شرم الشيخ في طابة في نويبا في دهب يعني ايه بدأ السلسلة الايه في المنطقة في الجنوب وبعدين عندها كان نوع من انه ايه بيجبروا ان لا مش هي ديه البضلة او الفرخة اللي هتبضلك دهب بعد كده لما الارهاب بقى طلع لشمال سيناء في مواجد او في مواجد غزة ده كان لان العقد وده الكلام ده مش كلامي ده كلام ده قاله محمود عباس الرئيس الفلسطين ان مرسي وعد حماس انه هو هيدي لهم 1500 كان الاتفاع على 720 كيلو قال لهم لا انا هديكم 1500 كيلو يعني بدل ما ياخدوا رفح والشيخ زويد ياخدوا رفح والشيخ زويد والعريش تمام دي بدل ايه دول 1500 كيلو دول بدل 250 كيلو اسرائيل تدوم لمصر في صحراء النقب الجرداء يا رب لو في جنة ده انما مش في مقابل ارضي ده حتى حسن مبارك لما جات الصحفية اللي بتقوله لا انت ترد تبدل ابنك او تستغنى عن ابنك يعني العملية مش عملية ارض ما كان ارضي يعني واخد بالحضرتك فاذا عملية ان الارهاب بدأ او نتيجة لا واقولك كمان فترة مبارك فترة مبارك سايب سيناء وفيها 11000 كيلو طرق اسفلتية سايب سيناء وفيها في شمال سيناء 220 الف فدان في المسلس رفح العوجة العريش مش فقر اشتركوا في القناة